شيخنا طبعاً أيضاً وجدت لك بعض الدروس تشير فيها إلى مفاهيم كتوحيد الله، كالإيمان، كالذكر الكثير وطبعاً هذه الآن ليست خاصة بمثلاً التيار العرفاني أو الصوفي أو الروح هاتنا نقول أن هذا مثلاً بعد من بعد لا هذه روح قرآنية يعني الإيمان، التوحيد، الذكر الكثير كيف تفهمها حتى مسألة الذكر وأنت استعبار الله هذه أيضاً وجدت أنك تشير لها كثيراً خاصة في دروس التفسير نعم 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 أنا لما أتكلم عن العرفان هنا لا أتكلم عن تيار عما أعتبره هو عبارة عن عرفان القرآن والسنة وليس عبارة عن تيار ودائماً بعض الناس تستشكل على العرفان أنه أنتوا أصلكم هندي وأنتوا أصلكم إغريقي هذه ما يسميه بشبهة المنشأ، بمغالطة المنشأ في علم المغالطات أنه يعني مثلاً مخذين علوكم من هنا ومن هناك من أسكندرية من يونان مخذين علوكم من هنا وهناك، ما في مشكلة المهم هذه العلوم حقاً أليست بحقاً علي تحال، فيما يتعلق بهذه القيم أول مرة واجهت فيها نظرياً فكرة ذكر الله سبحانه وتعالى كان اشتقلت على مقال هكذا في الفقه تحت عنوان ذكر الله في الحج فوجئت أنه القرآن الكريم في أربع خمس آيات ثلاث أربع آيات في أمر شديد للمسلمين ولمؤمنين أن يكثروا من ذكر الله في الحج ليس شيء يذكروا، يكثروا من ذكر الله في الحج ذهبت إلى الفقه الإسلامي بمدارسي المختلفة يعني على تنوع المدارس الفقهية شفت أن ذكر الله الواجب في الحج هو فقط التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك وخلصت هذه إلى الحمد والآخرين وصلاة الطواف وبعد هذا ما في، أنت فيك في جبل عرفة تجلس تأخذ لك نرجيلة وتجلس تك 7-8 ساعات في المزدلفة على نفس الوتيرة في ميناء على نفس الوتيرة وانتأل الموضوع فصدمتني هذه المفارقة ما بين المنجز الفقهي لعلماء المسلمين وما بين النص القرآني إلى جانب النص الحديثية فدفعني ذلك إلى إعادة النظر في موضوع الذكر في القرآن الكريم اكتشفت لا، أنه ليس يبعد حتى على المستوى الشرعي هذا ليست مسألة نزعة عرفانية أن كل إنسان مطلوب منه أن يكون ذاكراً لله سبحانه وتعالى يذكر الله في الصباح، يذكر الله في المساء ذاكر يعني آثار الذكر موجودة عنده ومستذكراً لله والأصل في الذكر هو الاستذكار وليس الكلام ذكر القلب، ذكر العمل، ذكر الخفير أن تعيش الله سبحانه وتعالى، أن تتكلم دائماً معه نعم، يعني يتكلم معه دائماً يجري حوار معه يخرج من البيت، يطلب منه شيء، يأتي الله برزق، يشكر الله وليس باللقلق اللسانية فلذلك مفاهيمة المفاهيم الذكر أعتقد بأنها من أوجب الواجبات التي ركز عليها القرآن الكريم الإنسان دائماً يعيش حالة الذكر الله أن لا يغيب الله سبحانه وتعالى عن حياتي وعن أحاسيسي وعن مشاعري وهذا معنى الذي يعني ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله معه وقبله إلى آخر يعني عندما أجد أنظر في أي شيء دائماً الله حاضر في كياني دائماً الله سبحانه وتعالى حاضر في مشاعري وفي أحاسيسي